وما زلنا نتابع أجواء احتفالات أول أيام عيد الأطحى المبارك حيث توفدت جمع من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية على الحضايق العامة والمتنزهات والميادين للاستمتاع بأوقاتهم وسط أجواء من البهجة كما توفد المواطنون على المجازر لنحر الأضاحي وسط إجراءات أمنية وصحية مكثفة جاب الاحتفال بعيد الأطحى المبارك جميع محافظات الجمهورية فقد أدى المسلمون صلاة العيد قبل أن يتوجهوا إلى الشوارع والميادين للاحتفال بالعيد في محافظات الصعيد احتفلت محافظة بن سويف بعيد الأطحى المبارك بمشاركة مجموعة من شباب الكشافة في تنظيم ساحات الصلاة أما في مدينة الغردقة فسادت حالة من الفرحة الغامرة وتواجد عدد كبير من الأجانب من جنسيات مختلفة لمشاركة المصريين أجواء الاحتفالات بعيد الأطحى المبارك الأجواء كانت جميلة جداً بالنسبة للناس وكانت مبهجة جداً على غير العادة وكل سنة ودائماً كنا بنفرح والحياة كل عيد بيجي بفرحته كل سنة وانتوا طيبين عيد عليكم سعيد كل سنة وانتوا طيبين وتنعاد عليكم الأيام بخير ويا رب ان شاء الله السنة جاي كلنا نروح نحج وكل واحد يحاكل لنفسه فيه نفرح باليوم دهوت كلنا وبنتجمع فيه من أقارب ومن أهل ومن أصدقاء فبيمثل سعادة كبيرة لنا وفرحة طبعاً للصغير وللكبير بيمثلنا الفرحة الكبرى عيد المسلمين الأكبر وربنا يعود علينا وعلى المسلمين أجمعين بالخير واليوم والبركات وفي محافظات القناة تحولت شوارع بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لكرنفال شعبي وأطلق الأهالي البالونات من أعلى العمارات التي تشتهر بها المدينة لتكتسي سماء المدينة بالمنظر الجمالي الحضرية كل سنة والشعب المصري كله بخير وفي سلام وفي صحة دايماً وعلى طول متجمعين كده على الخير بإذن الله وعيد سعيد عليكم كل سنة أنتوا طيبين وعيد سعيد عليكم الاحتفال كان رائع بالعيد احتفال رائع وكلنا اتبسطنا كل مدينة بورفؤاد كلها اتبسطت أما في محافظة السويس فقد حرص الألاف من أبنائها على أداء صلاة عيد الأطحى المبارك في المساجد والساحات المخصصة بمختلف أحياء المحافظة أيام الفرح وأيام السعادة احنا زي ما انتم تابعيننا في السويس عملنا استعداداتنا بحيث الناس تبقى سعيدة ومبسوطة كل ما نتمنى من الناس زي ما مولانا قال في الخطبة أنه بس ندراعي الظروف والبيئة الصحية العامة والناس تخلي بالها ويعني موضوع برضو الاحتراز من كورونا لازم نخلي بالنا وندي له شيء من الاهتمام نوعا ما محافظات الوجه البحري أيضا احتفلت بعيد الأطحى ففي محافظة كفر الشيخ أدى الأهالي صلاة عيد الأطحى في 2513 مسجدا وساحة ثم توجهوا إلى الميادين الرئيسية والشوارع للاحتفال بالعيد وتبادل التهنئة وفي محافظة الغربية تم توزيع هدايا على المصلين من الأطفال والكبار واستحالة من السعادة والبهجة وذلك عقب أداء صلاة عيد الأطحى المبارك بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطة وفي عروس البحر المتوسط أدى مواطن الإسكندرية صلاة عيد الأطحى المبارك بكافة مساجد الأوقاف الكبرى وكذلك في الساحات المختلفة الملحقة بها وعددها نحو 37 ساحة موزعة بمختلف الأحياء والمناطق وقرى المحافظة ترجمة نانسي قنقر